ان الصراع اشتد بس بين الاخوان كافراد لان احنا لم نعالج هذه القضية لسه هنوقف عن ده دلوقتي افضل ده تنظيم تنظيم انت حسب سيادتك دلوقتي منا بهزيمة فضيعة قصية فشل لدرجة ان الممول لابد ان يفكر لماذا يمول الفشل يعني السؤال اللي بتروح على الممول النهاردة لماذا امول فشلين لاحداث حالة فشل يعني ما الذي حصده الممول من هذا الفشل الزريع في 11 11 اعتقد ده السؤال موجود ومطروح هم ابتلعوا رئهم الان وقعدوا يتكلموا شويات شويات وكل واحد ويشتم مختر نوح ويشتم حمد رزق ويشتم فلان وحنا ما بيردش لصاب بسيط جدا احنا بنتعامل بشكل عف وبشكل محترم جدا جدا مع الناس حتى وانت بتتكلم بشكل عف ومحترم نروح بقى للأفراد التنظيم منا بهزيمة التنظيم الى زوال او تقريب من انتهى وتفكك وتشزى وبقى مجموعات وهذه المجموعات متنحرة فيما بينها متنحرة فيما بينها وايضا ضيق عليهم في العواصم لم يتبقى لمسوا وابراح لندن ماشي وابراح لندن الى حين الى حين الى حين قضاء المصلحة لانهما الوقت بيستخدموا ازيان بتستخدم جماعات اخرى تجاه دول اخرى وتركيا ربما تسلم منهم الناس كمان يعني ده يقينا بقى يعني اذا كانوا بيسمعونك وسبق ان قطر تخلصت منهم اه لا اذا كانوا بيسمعونها سبق ناس سلمت ناس وحتسلم منهم ناس جميل نروح بقى ده على مستوى التنزيم نروح على مستوى الافراد وعلى مستوى الفكرة نقف عند الافراد اه كيف نعالج موضوع الافراد على مستوى الوطن اه موضوع الافراد انا طبعا الموضوع ده اكبر من دماغي حيئة يعني ده عايز اجهزة وعايز مؤسسات لكن انا في دماغي ان لازم نبحث عن طريقة الناس تيجي تقضي السجن هنا او تقضي مش كل الناس سبعا مش كل الناس او تقضي اجراءات القانونية هنا ان كان في نقض ان كان في طعم لازم الناس دي ما تتسبش برا في طريق اللي يروح ما يرجعش لازم يرجعوا لان اغلبهم شف بعينه يعني اغلبهم عايش عشت الجوع فيه بعض منهم بيتلملوا بالسندوق بيتلملوا بالسندوق يعني معانا اخونا مراته بتولد وعايزيني والنبي منك اللي تنخد خلاص 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 ترجعش الباقي معانا اخونا وكده وصدرت صراخات منهم على اليوتيوب وعلى وعلى اه بس ان يصل الامر الى ان الاكل بيتشحت له لا الولادة بيتشحت لها ايوة الولادة بيتشحت لها لان كمان اللي علاج هناك غالب غالب وبعدين مفيش مؤسسة بتضمهم مفيش اتحاد المشردين الاخوان مثلا مفيش حاجزة كده او مفيش نقابة المشردين الاخوان متسبين كده بس اللي عليهم العين معاهم تمام وعملين بيزنس وعملوا بتحركوا بعربيات وقصور تمام يكفي ما قيل عن اسرة محمود حسين تمام ده صديقنا محمد علي ملياردير يعني طبعا مفروس المصريين وهو في اخر اخر شريط كشف ان بينه وبين الجيش ثقر لان الجيش كان هو كان بيشتغل معاه وبعدين ان دي استوانطل اللي هي دايما بيرددها لا بس هو كشف ان المسألة شخصية اه يعني المفروض في كتير من اللي يستمعوا له حيتوبوا بقى على الاستمعال المفروض بقى الافترض العقل قال ان المسألة شخصية هو هيكمل الشعب المصري راضي باللي فيه خلاص خليه بس انا هكمل وهو تجاوز شعب المصري كتير اه وتلفز والفظ لا طليق من بني ادم اه انا اعتقد ان دي نهايتو في اخر راتب اللي هو راتب شهر 11 حياخده محمد علي من انجلترا هو ده واعتقد انه هيلقى بعد كده شهور عكنانة شهور عكنانة سواء كان في اسبانيا في انجلترا في هنا لكن الزعيم بتاعهم طبعا اتقبض عليه الزعيم بتاعهم ما كدفش خبر شيف عثمان لما اتقبض عليه سواء في الامارات او في مصر اخي الامارات سواء في اي حتة المهم انه قال كل حاجة قال قال كل حاجة شريف اقرب كل شيء قال كل حاجة وطبعا فيه مجموعة بيرة جدا اتقبض عليها قبل 11 11 بتامن ساعات بتامن ساعات ودي اللي اصابت الناس باحباط كان دول اللي يخرجوا ويقودوا معاهم في الجوامع مش عارف ايه والخطة والحكاية واسمها اتبلغت تمام بالعناوين ويجوم قبل 11 11 بتامن ساعات طبعا فيه باعثين البديني فيه خالج سرتي احمد الجاسب واحمد الجاسب ده لسه لقصة عبدالله الشريف طبعا ده لقصة ايه ايه قصصهم لا ده قصص كتير من فوتهمش خالد صلاح ياسر العمدة مرمين عادل معاني ياسر العمدة بيطلع يقول انه ضد الاخوان وضد دولات لا 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 ايه دي المجموعة اللي تابع حسام الهام واللي التمويل بتاع حسام الهام ده ياسر العمدة حضرتك مرة عمل حاجة اسمها صورة الغلابة واتقبط فيها على اقول لحضرتك الاعداد اللي اتقبط فيهم هو في المهم خمسين خرجوا منهم محدش صرفلهم للبيت تعريفة مع انهم خرجوا بناء على صورة الغلابة اللي عملها واسسها ياسر العمدة ودي مشكلة مشكلة خطيرة هي الليلة ترصيد الاخوان في مصر اكتر ما هو قادل يعني انا بقول لحضرتك الافراد مازالوا موجودين مازالوا موجودين وانا بشك في كتير موظفين السكة الحديد التعليم وزارة التعليم اي يعني حاجات كتيرة جدا مليانة اخوان مليانة اخوان والحمد لله ان الشعب ما بيلتفيدش اليهم ولا لشعارتهم ولا لشعارتهم لكن طبعا استغلال ادفع الدولار غلاء الاسعار ده بيأثر المشكلة ان احنا ما عندناش المنهج اللي نقص اصبه هذا الترويج يعني ولا عندنا المنابر ولا عندنا وزارة الثقافة ولا عندنا هيعمل استعلامات ولا عندنا ولا عندنا ما عندناش حاجة خالصة وبالتالي السطر بيجي من عند ربنا ترجمة نانسي قنقر